اهلا بك يا حضرة القاضي هل من خدمة أؤديها لك؟ كنت أبحث عن حصان جديد عندي أفضل الخيول العربية الأصيلة هذا يدعى سهم أسرعهم جميعاً وهذا رعد من أفضل الأنواع وهذا ليل بطيء بعض الشيء لكنه ذكي وحمول سأخذ الذكية الحمول كم تمنوا؟ لسائر الناس بعشرة دراهم ولك أنت يا سيدي بثمانية فقط هذا كثير تكفي خمسة دراهم هذه يا سيدي أفضل الخيول العربية اسألوا في السوق كله عن بضاعة عرفان حسناً يا عرفان ها هي الثمانية دراهم هنيئاً لك يا ليل فأنت الآن حصان القاضي عظيم، المستجدون أتقنوا فنون القتال ويمكن توزيعهم على نقاط الحراسة هل لي يا سيدي في كلمة؟ ماذا تريد أيها الجندي؟ أريد أن أكرر اعتذاري لقد نسيت الأمر تماماً هذا يعني أنك لم تسامحني بل سمحتك، 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 هيا اذهب إلى هذا الحد أنت غاضب مني يا سيدي والله لم أقصد أبداً أن أدفعك في ظهرك هل تسخروا مني؟ معاذ الله يا سيدي، معاذ الله ولكني معذور فلم أعتد أبداً أن أرى القائد يرتدي القبقاب إذا لم تصمت، سأمر بحبسك كما تريد يا سيدي، لن أتكلم، لن أفتع فمي، لن أمتق هذا الجندي هلال أريد مكان خدمته عند أطراف السحراء أبعد نقطة على الحدود لم يسامحني، لم يسامحني، غبي كيف حالك الآن يا قمر؟ هيا شربي حتى تتعافي، وتعودي إلى خدمة أبي قمر، اشربي أحسنت يا قمر إنها الآن بخير، نتركها لترتاح من أين يأتي هذا الصغير؟ كنت متأكداً أنك ستكونين هنا أبي، حمداً لله على سلامك كيف حال قمر اليوم؟ بخير، ولكن ما هذا؟ هذا ليل حصان جديد حتى ترتاح قمر من عبء توصيل القاضي لماذا يا أبي؟ إنها لم تشكوا، كان مجرد تعب بسيط في الحقيقة نحن كنا نحملها فوق طاقتها منذ الآن يا قمر، أنت بخدمة الحبيبة سالمة فقط، وليل هو حصان القاضي ربما لا يعجبها هذا كيف؟ لقد أحضرت لها من يصاحبها، ويؤنس وحدتها لا يبدو أنها تحبه غداً ينسى جمان معاً، لا يصح يا قمر، أنت صاحبة المكان وهو ضيفك، الواجب إكرام الضيف إن قمر تخدمنا منذ وقت طويل لهذا حان الوقت لترقيتها كيف هذا؟ كانت بالأمس تحمل القاضي وتوصله إلى عمله الآن سترافق سلمة الجميلة في نزهتها، أليست هذه ترقية؟ بارك الله لي فيك يا أبي لقد كان يوماً مرهقاً للغاية، سأذهب لأرتاح انتظر يا أبي، ألنت تناول طعام العشاء؟ لا لا لا، لا أشعر بالجوء، الحمد لله قضح من العصير إذن؟ لا بأس وإلى أن تعد وديد العصير تكمل لي قصة امرأة الفرعون لقد وصلنا إلى أنها سلمت نبي الله موسى لأمه يكابل وكانت تظنها مجرد مرضعة نعم، عاد النبي الكريم إلى حضن أمه حتى تقرع عينها وتعلم أن وعد الله حق هنا يا مولاتي، هنا تسكن يكابل مرضعة الأمير موسى أيعيش موسى هنا؟ في أحد هذه الأكواخ؟ المكان لا يتناسب أبداً مع أخي موسى، يجب أن ننقله إلى القصر لا يا ابنتي، هنا يجد الغذاء والرعاية أفضل وكلما شعرنا بالحنين له، استدعيناهم إلى القصر أو أتينا نحن لزيارتهم انظري يا زهار، إنها جلالة الملكة ترام الخطأ الذي فعلناه حتى تأتي الملكة إلى هنا؟ أيها الناس، اخرجوا بأمام، لقد قررت توزيع العطايا على الجميع إكراماً لبيت المرضعة يكابل أمي، الملكة آسيا جاءت إلى هنا مولاتي الملكة؟ خيراً، لك وقت طوين لم تزوريني يا يكابل قلت أبادرك أنا بالزيارة يا له من شرف عظيم أيمكن أن نجلس بالداخل؟ حتى أنعم برؤية الحبيب موسى؟ تفضل يا مولاتي، معذرة، فالمكان غير لائق باستقبالكم المكان طيب بأهله يا يكابل هل رأيت يا رحيل؟ الملكة تتحدث إلى يكابل كأنهما صديقتان لو أنني لم أرى ذلك بعيني لما صدقته هيا أيها الناس، هناك أطعمة وملابس تكفي الجميع كيف حالك يا كنثوم؟ بخير يا أميرة، أما زلت تتذكرين اسمي؟ بكل تأكيد، أخبريني كيف تقدين وقتك هنا؟ أحياناً أساعد أبي في الصيد، أو أساعد أمي في الزراعة، وعندما أفرغ من عملي، أبدأ في تنظيف الكوخ يا لها من حياة منتعة آه، للأسف الشديد انقضت أيام العز والبركة ما الذي يدفعك إلى قول هذا يا كالم؟ ألا تعرف يا عاموس أن الصبي موسى سيعود غداً إلى قصر الفرعون؟ ألا يمكن تأجيل عودته، ولو لبضعة شهور؟ والله كنت أتمنى بقاءه أكثر من أي واحد فيكم، لكنه فطن، وانتهت فترة رضاعته خيراً يا جلالة الملكة، ما الذي يعكر صفوك؟ أحوال موسى لا تعجبني يا يوكابت، كيف؟ إنه دائم الشروط، والنظر إلى السماء، لا يلعب مع أقرانه الأطفال، ويميل إلى العزلة والتأمر كأنه رجل مسن، اطمئني يا مولاتي، هذه طباعه دائماً، وأخوه هارون، أقصد ابن هارون لديه نفس النزوع نحو التأمل نعم، رأيته وأنا أزوركم في المرة السابقة، كان يقود الأطفال في اللعب هو الأعلى صوتاً والأفصح حديثاً بين الأطفال، لكن موسى هو الأكثر حكمة بين الجميع ليحفظهم الله جميعاً، لقد اطمأنا قلبي الآن، بعد أن تحدثت إليكي أنا في خدمتك دائماً يا جلالة الملكة بل أنت صديقتي يا يوكابت، ولولا وجودك لهلك الصغير موسى لا أدري ماذا أقول لك لا تقولي شيئاً، فقد كوني بجانبي عندما أحتاج إليك لو لم يكن من أجلي، فمن أجل موسى، وليدنا نحن الاثنتين ومر أكثر من عشرين عاماً حتى صار نبي الله موسى شاباً قوياً يافعاً وأدرك أنه من بني إسرائيل ابتعد عن وجهي أيها الصياد البائس من تظن نفسك أيها الرجل؟ أنا سيدك نخت رع، يا هذا سيدي، ليس لي سادة لا تبحث عن المشاكل وهي بنا نمضي يكفي هذا يا كالب، هيا بنا لا، لن أتحمل إيهاناته دعوني لأؤدب هذا الخادم من بني إسرائيل أسمعتم؟ سمعتم ما يقول؟ لا تخاف، إذا احتدم الخلاف سأستعين بموسى ليعمينا من هذا الطاغية الأفضل أن ننسحب في هدوك أما زلت هنا يا رجل؟ نعم، ما زلت هنا، وسأبقى هنا ومن لا يعجبه الكلام، فليذهب من هنا لن ترتدع، إلا بعد أن تذوق طعم العصى الغليظة أنت عجدا، ساعدني يا موسى ما الذي جرى بالضبط؟ جرت مشاجرة بين واحد من المصريين هو نخترع وبين واحد من بني إسرائيل هو كالب ثم ماذا؟ استعان كالب بموسى، فضرب المصري ضربة قضت عليه هذه فوضى، هل يستغل قربه مني ليرتكب جريمة قتل؟ لا تنسى يا مولاي، موقعه من قلب جلالة الملكة أيًا كان موقعه؟ إن فرعون العادل لا يسمح بالظلم أبداً يعيش فرعون العادل سيحاكم موسى محاكمة عادلة ما عقوبة القتل العمد يا هامان؟ الإعدام أو السجن مدى الحياة يا مولاي السلام على الملكة الطيبة آسيا جئت في وقتك يا عاموس هل رأيت موسى اليوم؟ نعم، كنت في السوق، وعاد كالب إلى التشاجر مع مصري آخر وعندما بدأ المصري بضربه، استغاث مستنجداً بموسى للمرة الثانية؟ يا له من غوي مبين هذا ما قاله له موسى، وانصرف عنه مبتعداً اسمع يا عاموس، أريدك أن تلتقي بموسى حيث يختبئ وأخبره أن القوم يأتمرون به وعليه أن يهرب من هنا بأسرع ما يمكن آه، أين أنت الآن يا موسى؟ أرجوك أن ترتاح يا أمي لقد علمنا أنه يعيش في أمان بأرض مدين أريد أن أراه قبل أن أموت سترينه إن شاء الله، وتفرحين بأولاده الناس يقولون إنه تزوج بامرأة فاضلة هي السيدة صافورة، ابنة شعيب، عظيم أهل مدين وهو أيضاً نبي من أنبياء الله يا أمي ماذا تريدين لابنك موسى أفضل من هذا؟ أريد فقط أن أراه، وأملي عيني بوجهه الطيب من الذي يأتي إلينا في هذا الوقت؟ انتظر، سأذهب أنا السلام عليك أيها الرجل الطيب وعليكم السلام، جلالة الملكة، يا لها من مفاجأة علمت أن صديقة الغالية يكابد مريضة، فجئت لأطمئن عليها لقد شفيت برؤيتك أيها الملكة الصالحة أحضرت لك عسلاً جبلياً، يكون فيه الشفاء بإذن الله أشكرك يا سيدتي لم أرى موسى منذ ثماني سنوات، أو ربما عشرة ألا توجد أخبار عنها؟ مولاي الفرعون، هناك خبر عاجل ماذا يا هامان؟ عاد موسى إلى أرض نصر كيف هذا؟ أليس خائفاً من المحاكمة؟ ربما هو يطمع في عفوك يا مولاي، لذلك طلب موعداً لرؤية الفرعون بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستواه، آتيناه حكماً وعلماً، وكذلك نجزي المعسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، صدق الله العظيم لماذا عاد سيدنا موسى إلى الأرض التي هرب منها؟ كانت هذه أوامر ربه إليه ألم يخش على حياته؟ هناك أبنتي أشياء أغلى من الحياة فسيدنا موسى عندما سفر كان خائفاً يترقب، أما الآن فهو يعود آمناً قوياً بنور الحق والدعوة إلى الله وماذا جرى بعد ذلك؟ لقد اشتدت برودة الجو، وأخشى أن نصاب بنزلة برد لنكمل في الغد إذن يا حضرة القاضي، تصبح على خير موسيقى موسيقى